يبدو بأن حركة المنتخب الألماني خلال مباراته الافتتاحية في كأس العالم أمام اليابان وتغطيتهم لأفواههم أثناء التقاط الصورة الجماعية لهم قبل المباراة والتي تظهر على الشاشة في هذه الصورة لم تمر بدون رد من الجمهور القطرية الذي عبر عن رفضه للحركة بطريقته الخاصة خلال مباراة ألمانيا وإسبانيا بملعب البيت رفع قطريون صورة اللاغبي مسعود أزيل مثل ما تظهر هذه الصور على الشاشة المنحدر من أصول تركية ووضع أيديهم على أفواههم وذلك في إشارة لما تعرض له اللاعب مسعود أزيل والذي يظهر في هذه الصور لما تعرض له من عنصرية أثناء لعبه مع منتخب بلاده وكذلك الصمت والألماني على الحملة التي تعرض لها بعد حديثه عن مغاناة مسلمي الإيغور في الصين مدرجة الملعب امتلأت بمئات الصور الخاصة بأزيل اللاعب الألمانية والتي تم رفعها في وجه اللاعبين والجماهير الألمانية ومعها أيضا تفعل رواد منصات التواصل الاجتماعي رصدنا لكم بعضا من التعليقات والبداية مع هذا التعليق يقول فيه هذا الحساب الذي يحمل اسم مختلف سبحان الله حين تنصفك الأيام فيسخر الله لك من يحيي قضيتك ويرفع صوتك ويرد المظالم عنك قطريون يرفعون صورة مسعود أزيل في إشارة إلى تناقض الألمان حول حرية التعبير تعليق لمنصور يقول فيه معلقا دائما حول هذه اللفتة لفتة الجماهير القطرية القطريون لم تطفهم لا شاردة ولا واردة في هذا المونديال هكذا يكون فن الرد قطريون يرفعون صورة مسعود أزيل في المدرجات ردا على لعب ألمانيا تعليق آخر لحسين يقول من مباراة اسبانيا وألمانيا قطريون يرفعون صورة مسعود أزيل في المدرجات ردا على لعب ألمانيا دي كفاية عليك يا أزيل خسرت كثير بس كسبت دينك وآخرتك وكسبت حب المسلمين ليك دي بالدنيا كلها قسم بالله كما أنت عظيم يا أزيل ألمانيا ما جابتش غير راجل واحد بس كل الدعم لفخر المسلمين تعليق ليه؟ أحمد حسني أبو العلا يقول والله البطولة دي أكتر من أنها كرة دي اسمها بطولة نصرة الإسلام فعلا شكرا قطر لنصرة دين الحق نبقى دائما مع التعليقات حول هذا الموضوع حول رفع قطريين صورة اللاغب مسعود أزيل في مباراة ألمانيا وإسبانيا ومع هذا التعليق يقول فيه محمد إزواجية حرية التعبير عند الغرب عجيبة سوسا تقول معلقة دائما على الصور موقف رائع في مواجهة غطرسة الغرب وموقفهم الزائف من الحرية وحقوق الإنسانة محمد باري يقول ونعم الرجل الذي وقف في وجه العنصرية أنا من عشاق مسعود أزيل كل الحب والإحترام والتقدير له بدر الذجى يقول ينبغي توزيع هذه الصور بكترى على المشاجعين ورفعها في باقي المبارياتهم في المونتيالة لنغلمهم كيف يلقنون الدروس جيدا برافو قطر مونتيال للتاريخ المصطفى رشدي يقول أيضا برافو للشعب القطري كنت في المستوى وشرفتم الأمة العربية بشير الشيباني يقول أيضا معلقا حول نفس الموضوع حول الصور التي رفعها المشجعون القطريون في الملعب ويقول لتكون صور اللاعب أزيل ملونة وواضحة في مباراة ألمانيا القادمة وتحمل تحتها عبارة شكرا أزيل لقد عرفنا حقيقتهم الزائفة مجاهدين أنتم أيضا وإمكانكم تفاعلوا معنا بآرائكم حول هذا الموضوع على صفحات الشروق نيوز عبر وصائد التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر